تجريف البساتين والحرائق التي لحقت بالبساتين وتقدر بـ 5000 دونم أو أكثر هذه الحرائق قد تكون مفتعلة من قبل أصحاب البساتين وذلك لتوزيع هذه البساتين إلى قطع عراضي وهذه العمليات لن تتوقف منذ عشرة سنوات بسبب غياب التشريعات الرادع على هؤلاء هناك قانون حماية الانتاج الزراعي وقرار مجلس قياس ثورا من حال 634 الذي خول رئيس الوحدة الإدارية أن يكون قاضي جنح وقاضي تحقيق الرادع هؤلاء لكن هذه الصلاحيات ألغيت وحددت بوجب الدستور العراق الجديد لعام 2005 وكذلك الإهمال الحكومي المركزي بتشجيع الزراعة وإغراق السوق بالبضاعة الزراعية